الحادي عشر مساء بتوقيت أبوظبي السابع مساء بتوقيت جرينيتش مصر وتركيا أزمة دبلوماسية على خلفية سياسية منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي استشرت الخلافات بين القاهرة وأنقرة على خلفية دعم هذه الأخيرة للإخوان المسلمين والتصريحات النارية للمسؤولين الأتراك ضد الحكومة الجديدة في مصر إلى حد تأكيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وأن السلطة الجديدة فاقدة للشرعية أما القطرة التي أفاضت الكأسة الممتلئة أصلا هي اجتماع استضافته مدينة اسطنبول التركية لنشطاء من الإخوان المسلمين بهدف ملاحقة رموز النظام المصري الجديد أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هذه الخطوة رأت فيها القاهرة استفزازا لا يجب السكوت عليه فردت بطرد السفير التركي وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين واستدعاء السفير المصري من أنقرة لترد تركيا بالمثل فإلى أين يتجه التصعيد في التوتر الدبلوماسي بين تركيا ومصر وهل من تأثير لهذه الأزمة على مستقبل العلاقات بين البلدين أم أنها مجرد سحابة الصيف عابرة مصر والتركيا أزمة دبلوماسية على خلفية سياسية موضوع حوارنا لهذه الليلة لكم مجددا مصر والتركيا أزمة دبلوماسية على خلفية سياسية أرحب من جديد بضيوف حوار الليلة معنا من القاهرة رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبد الفتاح ومن اسطنبول الباحث السياسي محمد زاهد قل ومن الرياض معنا الباحث في العلاقات التركية العربية عبدالله الشمري سأبدأ من القاهرة مع بشير عبد الفتاح سيد بشير بداية ما السبب الحقيقي لهذه الأزمة وهل كان على القاهرة أن تقوم بهذه الخطوة أم أنه كان يمكن احتواءها بشكل ما بداية أشكرك أستاذ يوسف على الدعوة وأحييك وأحيي ضيوفك الكرام من اسطنبول ومن الرياض كما أحيي مشاهديك الكرام أيضا في الواقع أن التحرك المصري هو حلقة في مسلسل التصعيد المصري حيالة تركيا منذ الثلاثين من يونيو الماضي مرورا بالثالث من يوليو حيث أن الموقف الرسمي للدولة التركية اعتبر ما جرى على أنه انقلابا عسكريا ولم تتوقف تركيا عند هذا الحد وإنما رئيس وزرائها الذي هو المسؤول الأول في الدولة من الناحية الفعلية لم يكف عن إطلاق التصريحات المستفزة حيال القاهرة وحيال مسؤولين مصريين طالت شيخ الأزهر نفسه بما له من قيمة وقامة في مصر والعالم الإسلامي أيضا تركيا أصرت على أن توجه رسائل مستمرة بأنها ترفض ما جرى في مصر وكانت هناك إشارات على دعم بعض الأنشطة غير المقبولة داخل مصر واستضافت بعض الاجتماعات والملتقيات التي تعزز عدم الاستقرار في مصر ومن ثم جاء الموقف المصري حاسما بهذه الطريقة أما عن هل كان يجب على مصر أن تتصرف بهذه الطريقة من عدمه ما من شك في أن مصر وتركيا دولتان مهمتان تربطهما روابط تاريخية وحضارية ومصلحية مهمة والأخيرة هي الأكثر أهمية بالنسبة لي من المعروف أن الدولتين سنيتان مسلمتان تلتقيان في أمور عديدة ولم يكن يحبذ على الإطلاق أن تقول العلاقات بينهما إلى هكذا ما قال لكن يبدو أن هناك تخبط في الجانب التركي هناك عدم استيعاب من قبل أردوغان لما جرى وأود أن أؤكد على أن الخلاف ليس مع تركيا الشعب أو الدولة أو القوى السياسية وإنما هو خلاف ما بين مصر وأردوغان أردوغان لا تمثل أو تلقى سياساته بإجماع داخل حزب العدالة والتنمية كما لا تلقى أو تحظى بتوافق من قبل القوى السياسية والشعب التركي أيضا ولكن الرجل هو المسؤول الأول ومن ثم توترت العلاقات على هذا النحو أنا أعتقد أن هذا التوتر سيكون ظرفيا مرحليا إلى حين تنتهي فترة أردوغان في السلطة بمجرد إجراء الانتخابات المقبولة خصوصا وأن الرجل فشل في أن يضع دستور جديد يخوله الترشح للرئاسة في العام المقبل ما يعني أنه لن يترشح لمرة رابعة وفقا لللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية ولن يكون رئيسا للوزراء ساعتها يمكن ترميم العلاقات ما بين مصر وتركيا طيب دعني يستشير محمد زاهد جل ضيفي من اسطنبول حول ما قلته وحول رأيه في سبب هذه الأزمة محمد تركيا أرسلت سفيرها إلى القاهرة في خطوة أحادية الجانب لكن لم تنقطع انتقادات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان القاسية للقاهرة هل هي سياسة تخبط كما وصفها ضيفنا من القاهرة؟ أولا شكرا لك سيد يوسف على هذه الاستضافة وجميل أن أكون معك في مثل هذا البرنامج لأنك تعرف الواقع الداخلي في تركيا بشكل جيد وتعرف أيضا أن تركيا عانت الكثير والكثير من الانقلابات العسكرية منذ عام 1960 وحتى هذه اللحظة أربع انقلابات عام 2003 محاولة انقلاب حقيقية عام 2007 محاولة من الدولة العميقة لإسقاط حزب العدالة والتنمية أردوغان الذي هو داخل الحياة السياسية منذ بداية الثمانينيات عاش كل هذه الفترات وهذه الأزمات وهو يدرك كما يدرك باقي السياسيين من جميع الأحزاب السياسية التركية ما معنى أن يتدخل العسكر والجيش داخل الحياة السياسية في أي مكان ما لهذا السبب جاء الموقف التركي مجمعا على أن ما حصل في مصر قبل كل شيء انقلاب بمعنى أنه لا يوجد هناك فرق بين المعارضة التركية والحكومة التركية في هذه الجزئية الحزب الشعب الجمهوري أو الحزب القوم التركي أو حزب السلام الديمقراطي الكردي أو الأحزاب السياسية الأخرى كلها مجمعة دون استثناء على هذا التوصيف بمعنى أن عندما نشاهد حتى في الفيسبوك الآن أو في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى لناشطين من حزب الشعب الجمهوري أو ناشطين من أحزاب أخرى يضعون في البروفايل الخاص بهم إشارة رابعة هذا مما يدلل أن هذا الأمر ليس له علاقة فقط بأردغان كما تحدثت ضيف الكريم من القاهرة لكن من المؤكد أن التصريحات النارية للسيد رجب طيب أردغان هي التي تثير الجدل في العالم العربي وهي التي تكون بالدرجة الأولى تعطي نوع من أنواع الاستفزاز المباشر هذه النقطة يجب أن نسلم بها ولكن جزء من خطاب أردغان أيضا فيما يخص الشاء أن المصري تحديدا من المؤكد أنه للاستهلاك الداخلي باخل أروقة الدولة بمعنى أن الحياة السياسية المدنية التي هي التي يجب أن تكون لها الهيمنة والسيطرة بعيدا كل البعد عن الثكنة العسكرية الجيش له احترامه له توقيره له كل الحب والاحترام مدام أنه في داخل ثكنته العسكرية أما إذا خرج منها فلن يكون له أي احترام خاصة إذا ما صادر الشرعية وصادر صندوق الاقتراع هذا هو وجهة النظر التركية ابتداء قبل كل شيء وإذا ما أردت أن نتحدث في موضوع المؤتمرات فأنا أستطيع أن أعطيك تفاصيل المعلومات وخاصة أنني حضرت جميع هذه المؤتمرات مع عدى مؤتمر واحد طيب سنتحدث في موضوع المؤتمرات وفي القسم الأول لن أقاطع أي من ضيوفي ولكن في السؤال الثاني سيكون هناك مداخلات ومقاطعات الآن إلى السعودية إلى الرياض ضيفي عبدالله الشمري عبدالله برأيك هذه أزمة ثنائية أم أزمة إقليمية أم أزمة فعلا لها علاقة بشخص أردغان أم بسياسة حزب العدالة والتنمية بشكل كامل والوضع الذي تمر به مصر مساء الخير لك والجميع المشاهدين والضيوف طبعا للأسف ما حصل هو انتكاسه لغير صالح العلاقات الإقليمية وخاصة العلاقات المصرية التركية وأيضا الخليجية التركية بكل صراحة أنا وبحكم متابعة كما تعلم أخي يوسف والأخوان الضيوف جميعا أنا أعتبر أن ما حدث اليوم ربما الملامة الأكبر والأكبر هو تركيا كحكومة ورئيس الوزراء التركي شخصيا كرئيس وزراء والسبب لو أن تركيا قامت باعتبار السفير غير مرغوب فيه منذ الأيام الأولى بعد التغيير في مصر ربما اعتبرنا أن ذلك قرارا ربما عاطفيا أو ردة فعل لكن تركيا استنفذت جميع ربما امتحانات الصبر التي قدمتها ضد الحكومة المصرية الحالية وبالتالي ما حدث اليوم هو ثق تماما هو قرارا عقلانيا مصريا ينبع عن ربما مستقبل غير جيد للعلاقات المصرية والقرار لم يتخذ بالمناسبة بعد دبلوماسية صامتة مصرية تجاه تركيا وأيضا ليس سرا أن الموضوع المصري كان متواجدا في ملف العلاقات السعودية التركية وأنا أذكر مثالين بالتحديد لقاء وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية السعودي في جدة ثم لقاء الرئيس التركي عبدالله قول مع خادم حرم الشريفين في أثناء فترة الحج كان الحديث المصري وكان حديثا ربما اتفاق على أن تركيا تقوم بالتهدئة ما حدث هو أمر مؤلم ثق تماما أخ يوسف وجميع السادة المشاهدين نحن كنا ننتظر في الوطن العربي عودة تركيا إلى المنطقة لم نتوقع أن تركيا ستكون بهذه الدرجة من التدخل والوصاية وبالتالي نحن ربما بشكل عام حتى في الخليج لا نريد الأخة تركيا أن يكون أخا وصيا وأن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وأن يحاول أن يعلمنا الديمقراطية أو أن يعلمنا ماذا يجب أن نقوم فيه يجب على تركيا أن تعلم أن مصر هي دولة عربية هي دولة لا خصوصية وبالتالي هي ليست جزء من الجمهورية التركية في نقطة آخيرة فيما يتعلق بما ذكره الأخ والصديق زاهد قل نعم في بداية العزمة المصرية ربما كان الموقف التركي بشكل عام لكن اختلف تماما مع الأخ زاهد مواقف الأحزاب الرئيسية بما فيها حزب الحركة القومية تعتبر أن السياسة التي يقوم فيها رئيس الوزير أردوغان هي ليست في صالح تركيا وليست في صالح علاقات العربية التركية وهذه التصريحات أيضا صدرت من كمال كيلتيرا وغلو زعيم المعارض الرئيسي فبالتالي ما يحصل الآن هو ليس في صالح تركيا كدولة وربما نتمنى لا تدخل مصر أخيرا في ضمن الحسابات الداخلية للانتخابات التي ستجري قريبا وما حدث اليوم هو لن يكون في صالح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال ثقتنا من اليوم والأشهر القادمة أعود إلى القاهرة لسيد بشير عبد الفتاح سيد بشير الموقف المصري هل هناك أجنحة في مصر هناك من يوافق على تحسين العلاقة مع التركيا والإبقاء على وتيرة ولو ضعيفة وهناك من ضد تطور هذه العلاقات مع التركيا مثلا كان هناك خطوات للرئيس التركي عبدالله جل أرسل رسالة تهنئة للرئيس المؤقت عدل منصور في عيد الثورة لكن تركيا وأنقرة تقول بأنها لم تلقى ردا على هذه المبادرة في ذلك الوقت هل هناك داخل القاهرة من يريد لهذه العلاقات مع تركيا أن تبقى على توترها دعني في البداية أستاذ يوسف أعلق في تليغرافات سريعة في ثوان معدودات على ما تفضل به صديقي زاهد جول هو قال أن جميع القوى السياسية في تركيا تجمع على أن ما شهدته القاهرة يوم 3 يوليو الماضي كان انقلابا عسكريا وهو يعلم جيدا أن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة بدليل وزيارة وفد المعارضة التركية إلى مصر بعد الثالث من يوليو بزعامة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب التركية المعارضة ومن ثم لا يمكن القول بأن هناك إجماعا داخل تركيا لا على ما جرى يوم 3 يوليو ولا على سياسة أردوغان ليس فقط حيال مصر وإنما بشكل إقليمي وأنت كباحث له باع في الدراسات التركية أستاذ يوسف تعلم ذلك جيدا المسألة الأخرى حساسية أردوغان حيال الإنقلابات العسكرية أنا أتفهم ذلك جيدا وأعلم أن هناك حساسية مفرطة لدى أردوغان ولدى الأتراك لا سيام المطالبين بالديمقراطية من اقتراب الجيش من السياسة ويجب أن لا ننسى أن أول انقلاب عسكري شهدته المنطقة كان في تركيا عام 1908 وتم تصدير هذا الانقلاب أو سياسة الانقلابات إلى باقي الدول العربية بدءا بالعراق مرورا بسوريا ثم مصر وباقي الدول ولكن ثمت نقطة أخرى مهمة تؤثر في مسارات سياسة أردوغان وهي حلم الأردوغانية أردوغان يريد أن يكون بطلا إسلاميا يريد أن يقود مشروعا في المنطقة وكان يتمنى أن ينجح حكم الإخوان المسلمين في مصر وفي دول عربية عديدة حتى يكون هو عراب هذا المشروع لكنه صدم بعد فشل جماعة الإخوان في مصر وأفول العهد الإخواني في مصر بما أثر سلبا على مشروعات أردوغان وطموحه ويجب أن لا ننسى تأثير هذا على مواقف أردوغان وسياساته وتصريحاته حيال القاهرة أعرج مباشرة إلى سؤالك أستاذ يوسف بالفعل هناك في مصر من يطالب بأن لا يتم التقليل من قيمة العلاقات مع تركيا وأنا شخصيا أقود هذا الطيار ونصحت المسؤولين غير مرة في اجتماعات مفتوحة ومغلقة بأن نبقي على العلاقات مع تركيا مع تركيا الجيش مع تركيا المعارضة على اعتبار أن أردوغان وجوده في السلطة لأيام معدودات ولا يمكن لأردوغان أن يتصدر المشهد السياسي مجددا خصوصا بعد فشل مشروع الدستور الجديد كما قلت إضافة إلى أنه لن يترشح لمرة رابعة ومن ثم أتصور أن آليات التغيير السياسي في تركيا التي اعتدنا عليها سوف تأتي بوجوه جديدة من داخل حزب العدالة والتنمية وبسياسات مغايرة تجاه دول الإقليم عموما ومصر تحديدا لمعالجة القصور أو جوانب القصور التي تسبب فيها أردوغان بسبب سياساته هذه الرؤية بأن أيام أردوغان معدودة هي التي منعت قيام القاهرة بأي خطوة إيجابية تجاه أي خطوة من الرئاسة التركية على الأقل هذا الأمر هو الذي منع مصر من تصعيد بشكل كبير في العلاقات مع تركيا أكثر من ذلك لأن الصورة باتت واضحة في مصر بأن الإخلاف مع أردوغان صاحب الحلم الأردوغاني المعروف وليس مع الدولة التركية أو الشعب التركي أما مسألة الرد على ما فعله عبدالله جول عبدالله جول له كل الاحترام ولكن الجميع يعلم أنه ليس له سلطات ولا صلاحيات وأن أردوغان يحتكر القرار في تركيا وأنه متهم بأنه مستبد وأنه لا يشرك الآخرين وأنه يسعى إلى تركيز السلطة ويستند على ركزتين أولهما أنه منتخب لأكثر من مرة ثانيا إنجازاته الاقتصادية حتى الأتراك أنفسهم باتوا يضجون من هذه الحسابات الأردوغانية دعنا نسأل في الشأن التركي محمد زايد تقول في اسطنبول يعني يحدثنا عن الأتراك محمد في البداية قبل أن نعود لما يحدث بين تركيا ومصر للرد سريعا هل فعلا أيام أردوغان معدودة ألا يمكن أن يفاجئنا بالترشح مجددا وأن يكون رئيس وزراء لفترة قادمة وأن يعني يبطل كل هذه الحسابات أنا شخصيا أعتقد أن أيام أردوغان لازلت طويلة وهذا ما يعتقده عامة الشعب والشارع التركي وأن أردوغان يقوم بإصلاحات جوهرية تاريخية في هذه الأيام تحديدا وربما سنجهد في الأيام القادمة أحداث مهمة للغاية ستكتب في التاريخ مثل افتتاح جامع أيصوفيا وغيرها مما يثار حوله الجدل في هذه الأيام كل هذه الأمور لا شك أنه سيضاعه في منصب رئيس الجمهورية لأول مرة من خلال منتخب من خلال الشعب وبأغلبية ساحقة حتى يتمكن في مراحل لاحقة من إحلال السلام ابتداء مع الكرد مرورا مع المسألة الأرمانية وانتهاء ربما بالعفو عن جميع المساجين في الإطار السياسي وهي النقطة التي ألمح إليها عندما زارت ديار بكر طيب محمد اسمح لي خطة أردوغانية الداخلية التركية طيب أيام أردوغان باقية وطويلة ويقوم بإصلاحات لكن الآن موقفه كما قلت بأن هناك موقف نفسي من موضوع التدخل العسكري في أي مكان لكن لا يجب على أردوغان كرئيس مزراء أن يفرق بين موقفه العاطفي وبين مصالح الدولة كما فعلت المعارضة على الأقل التي ربما اعترضت على التدخل العسكري في مصر لكنها ذهبت ومدت الجسور نعم جميل جدا هذه جزئية جميلة وكنت سأؤكد عليها المعارضة لا تتوافق بطبيعة الحال مع سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الخارجية ولا سيما العربية منها وتصرح بذلك كما قال السيد عبدالله الشمري وأيضا وجود زيارة حزب الشعب الجمهوري إلى مصر ومد يد المصافحة لا يعني أنهم يختلفون مع أردوغان في توصيف ما حصل في مصر على أنه انقلاب عسكري في تركيا الكل مجمع وأنه أؤكد على هذه الجملة ولا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يقولوا أن ما حصل في مصر هو نوع من أنواع الثورة الشعبية لأن الجميع في تركيا الحالة الشعبية ضد وجود أي نوع من أنواع الوصاية العسكرية في الحياة السياسية ولو حصل مثل هذا الأمر لكان هذا الأمر بطبيعة الحال له حساباته الداخلية الذي سيفقد أي حزب سياسي أو أي شخصية سياسية كل الاعتبار هذه الجزئية الأولى النقطة الثانية تركيا في حساباتها كما تفضلت تنظر إلى مصالحها وترى حزب العدالة والتنمية أن مصالحها تكمن في المستقبل مع شعوب المنطقة وليس مع الأنظمة التي تأتي من خلال الوصاية العسكرية وأن الأمر في مصر لن يطول بشكل كبير وأن الأبواب الديمقراطية ستفتح مرة أخرى بشكل أو بآخر ليتغير هذا الشكل وتعود العلاقات التركية المصرية سنتوسع في هذا الأمر حول العلاقات وسنشرك معنا أيضا من الرياض عبدالله الشمري ولكن بعد فاصل قصير سنعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من حوار الليلة على سكاي نيوز عربية فابقوا معنا بكم مجددا حوار الليلة حول مصر والتركية أزمة دبلوماسية على خلفية سياسية أذكر وأرحب من جديد بضيوفنا من القاهرة رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبد الفتاح من اسطنبول الباحث السياسي محمد زاهد قل ومن الرياض الباحث في العلاقات التركية العربية عبدالله الشمري وبإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك نستعرض بعض المشاركات قبل أن نستأنف الحوار التي وردتنا من المشاهدين أسامة على فيسبوك يقول سبب الخلاف بين مصر والتركية هو الموقف المخجل لحكومة أردوغان التي تصر على دعم الإخوان حتى على حساب مصالحها الشخصية على فيسبوك أيضا كتب محمد المصري قائلا هذه الأزمة تعكس سطحية تعامل السلطة الجديدة في مصر مع دول الجوار الحكومة الجديدة مستعدة لخسارة حليف قوي مثل تركيا لمجرد أن الأتراك لا يوافقونها الرأي بشأن الإخوان وعلى فيسبوك أيضا كتبت ريم عبد المجيد مصر لن تتضرر بقطع العلاقات مع تركيا لأنها لا تحتاج مساعدة من أحد أردوغان وإخوانه هم من خسر مصر وشعبها لأجل عيون الإخوان المسلمين أخيرا على تويتر كتب المشاهد يعقوب بي إنها مجرد تكتيكات سياسية الغرض الغرض منها إرسال رسالة لحكومة أردوغان بأن التدخل في شؤون مصر خط أحمر كما رأينا التقارب مع روسيا لإرسال رسالة للإدارة الأمريكية وقريبا ستعود المياه إلى مجاريها نبدأ هذا الجزء من الرياض من هناك عبدالله الشمري عبدالله أريد أن أسألك برأيك هل فعلا يقدم أردوغان مصالحه الشخصية والحزبية على مصالح الدولة التركية في تعاطيه مع قضايا الإقليم أم أنه بالفعل يعبر عن غالبية الشعب التركي في مواقفه هذه طبعا لو لاحظنا خلال الفترة الماضية أن هناك الأسف الشديد تحولا غير جيد في تركيا ولعلي أصف الآن أن ما يحدث في تركيا أنها أصبحت الآن ما تشبه بالملكية الجمهورية فالقرار أصبح في يد رئيس الوزراء التركي وليس سرا أن هناك نوع من عدم الرضا من السفراء الأتراك أنفسهم ولعلك تذكر سيد يوسف والضيوف وبعض المشاهدين أن ما حدث في يوليو وما سمي بثورة السفراء الأتراك ضد وزارة الخارجية وضد مكتب رئيس الوزراء وذلك عدم ينظرون أن رئيس الوزراء يأخذ تركيا إلى ربما مرحلها غير وقعية وغير جيدة في العلاقات ليس فقط مع مصر وأنما كما حدث في لبنان وفي العراق وفي إيران طبعا ما يلفت انتباهي أن ما حدث اليوم هو يؤكد أن هناك ربما ثارا شخصيا من رئيس الوزراء ضد مصر ولعل السبب المنطقي في كلامي هذا أن تركيا اتخذت نوع من الدبلوماسية الواقعية والسياسة الواقعية تجاه العراق وتجاه إيران ثم تجاه روسيا والذي شاهدنا أمس بوتين واردغان يبتسمان ويتبادلان النكت ونحن نعلم أن الوضع في سوريا ما زال صعبا إذن ما حدث من رئيس الوزراء التركي تجاه مصر هو يثبت ربما صحة الشعور العثماني بالتحكم في المنطقة من جديد وصحة أن أردغان هو يدافع عن الأخوان ولا يدافع عن مصالح التركية السيد يوسف لعلك تشاهد ظاهرة غريبة جدا ولعلنا ربما ثلاثة في هذا اللقاء يجمعنا هذا الأمر أن 80% من أصدقاء تركيا الذين قضوا سنين يدافعون عن هذا النموذج التركي هم الآن أصبحوا ربما في موقف محايد أو ربما في موقف مهاجم لهذا النموذج التركي ولعل السبب للأسف الشديد هي ربما أنانية رئيس الوزراء التركي أردغان والذي أصبح يقدم المصالح الشخصية الضيقة لا يسمع أصبح ربما لا يسمع حتى أقرب مشاهديه أنا طبعا أشعر بنوع من التعاطف تجاه وزير الخارجية التركي والذي أنا أعرف أنه الآن في موقف صعب جدا وهو يرى أن الجهود التي بذلتها السياسة الخارجية التركية طوال عقود ومنها مصر أيضا نقطة مهمة للي أعلم رئيس الوزراء التركي والأخوان في تركيا أن ما يحدث من توتر لعلاقات المصرية التركية وسينعكس بشكل مباشر على العلاقات السعودية التركية وعلاقات الخارجية التركية وبالتالي من الذين بذلوا الجهود؟ باختصار في جملة واحدة موقف الرئيس عبدالله قل هل تره مغيرا أم أنه دبلوماسيا؟ يعني هل له وزن في السياسة التركية؟ نحن نعلم الآن جميعا أن السيناريو بنسبة الثمانين في المئة أن رئيس عبدالله قل سيصبح رئيس الوزراء ولعل يقول بكل صراحة أن هناك إجماع عام في دول الخليج على أن قد يكون رئيس الوزراء التركي القادم عبدالله قل منقذا لأنه ثق تماما بشخصية رئيس الوزراء التركي الحادة هي لن تكون في صالح أنت ترى أن هناك خلاف حقيقي بين الرجلين وليس تبادل أدوار؟ هو ربما أي أخطاء سيرتكبها أردوغان خاصة خلال عام 2014 القادم ستكون هي في صالح عبدالله قل ونحاول البعض إثبات أن لا يوجد خلافات بين الشخصين طب أعود إلى إسطنبول مع محمد زاهد قل محمد تحدثت بأن الشارع كله وحتى المعارضة يعني فيه هناك قواسم مشتركة مع موقف أردوغان فيما يقول لكن الحزب نفسه منقسم حزب العدالة والتنمية يعني هناك وزير الخارجية الأسبق يشار يقش كانت ضد سياسة أردوغان في انتجاه مصر أيضا هناك نائب يتم إخراجه الآن من الحزب إدريس بال أصدر الدراسة قال بأن سياسات تركيا تجاه مصر خاطئة بل إن حتى وزارة الخارجية تتحدث عن هناك محاولات لفتح جسور مع القاهرة رغم أن أردوغان يعتبر أن النظام هناك غير شرعي يعني هذه كيف يمكن تفسيرها من قبل رئيس وزراء مفروض أنه يعكس سياسة رسمية على شاشات التلفزيون وأينما يتحدث اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي للغاية وبالنسبة لسيد إدريس بال تحديدا تعرف أنه ليس له علاقة يعني المجلس التأديبي بالنسبة في حقه لا يتعلق في الموضوع المصري بقدر ما هو يتعلق في أمور أخرى يخص السياسة الداخلية التركية ولا يمنعه بطبيعة الحال أن يكون هناك أصوات أخرى في طريقة التعامل سواء مع مصر سواء مع ملفات مثل سوريا كلنا نعرف أنه أيضا في الملف السوري كان هناك حتى داخل حزب العدل والتنمية آراء وأفكار مختلفة وأننا تورطنا أكثر من اللازم في الموضوع السوري لكن سيد حمد الاختلاف الآراء واختلاف الأصوات أفهمه لكن هناك رئيس وزراء يتحدث بانتقاد يقول هذه حكومة غير شرعية وفي نفس الوقت من خلال وزارة الخارجية يحاول إقامة الجسور كانت هناك محاولات أنا أتحدث عن الحكومة التركية التي تتصرف وكأنها في شكلين متناقضين تماما يعني لم تكن هناك حقيقة محاولات جدة فيما أعلم كان هناك نوع من أنواع تبادل بعض الرسائل وأنها حاولت إفهام خاصة من المصريين والمصريين كانوا المبادرين فيها تحديدا وليس الحكومة التركية لتعريف وتوضيح ما يحصل في مصر ألم ترسل أنقرة سفيرها في خطوة واحدة وقبلت أن ترسل هي سفيرها دون أن ترسل القاهرة سفيرها إلى أنقرة أليست هذه بادرة من جانب تركيا؟ يعني أما موضوع السفير التركي وذهبه إلى القاهرة كانت شعرت معاوية وكلنا نعلم أيضا أن الاستثمارات التركية في مصر كبيرة للغاية ووجود السفير المصري هناك لا شك أنه سيخدم الطرفين سيخدم ليس في الإطار السياسي كلنا نعرف أن العلاقات المصرية التركية مرت في التاريخ السابق بقطيعة تامة أيام عبد الناصر ففي أيام عبد الناصر على سبيل المثال عندما لم تعترف تركيا بالوحدة بين سوريا ومصر في تلك الآونة تحديدا كان هناك السفير التركي يقوم بأعماله في إطار أعمال اقتصادية وبعض الخدمات التي يقدمها للمواطنين من الطرفين فمهمة السفير كان خدماتية أكثر منها نوع من أنواع السياسة التي تريد تركيا من خلالها فتح أبواب جديدة تركيا قالت كلمتها بصريح العبارة من خلال أردغان عندما قال أردغان وتحدث أن السيد البرادعي حاول الاتصال به وكان أردغان بصريح العبارة أنني لن أتحدث معك لأنك إنسان غير منتخب طيب إلى القاهرة سيد بشير عبد الفتاح سيد بشير هذا الدعم الذي تقدمه تركيا كما تقول القاهرة لطرف داخل مصر وهو طرف الإخوان المسلمين برأيك إلى أي درجة أثر على مواقفهم في موضوع قبول الأمر الواقع وإنهاء هذا الخلاف هل فعلا كان هناك وما زال دور لهذا الدعم الذي تقدم حكومة تركيا للإخوان في مصر؟ يعني إذا ما انتقلنا إلى موقف جماعة الإخوان أعتقد أنه مبني على أمرين الأمر الأول هو عدم استيعاب الصدمة عدم استيعاب ما جرى بالفعل الأمر الثاني هو الدعم الخارجي الدعم الخارجي أولا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تمسك بالعصى من المنتصف وأن تحتفظ بولاء كافة الأطراف بالنسبة لها تريد أن تكون على علاقة طيبة بالجيش المصري الذي هو رمانة الميزان أو بيضة القبان كما يقول إخواننا في بلاد الشام وأنه القادر على ضبط الأمور في مصر والقادر على الاحتفاظ بمعارض السلام مع إسرائيل وبعلاقات استراتيجية لكن سيد بشير لنبقى فقط في دور تركيا وتصريحات أردوغان وما تقدمه ربما الحكومة التركية من استضافة مؤتمرات لأنني سأعود وأسأل في إسطنبول زاهد جل عن هذه المؤتمرات هل يراهن الإخوان حقيقة على هذا الدعم التركي أم أن تصريحات أردوغان ليس لها تأثير فعلا في تصرفات الإخوان هم فقط يعتبرونها دعما معنويا لا يعاولون بالفعل خصوصا بعد أن بدأت الولايات المتحدة ترحاز إلى الفصيل الثاني في اعترافات كيري الأخيرة وتصريحاته الأخيرة بأن الإخوان خطفوا الثورة وما إلى ذلك ومن ثم رهان الإخوان على الولايات المتحدة لم يكن مطلقا لأنهم يعلمون يعني ألعيب السياسة الأمريكية الرهان على تركيا كان مهما للغاية بسبب وجود نوع من التلاقي أو التقارب الإيدولوجي ولا أقول التطابق لأن الحركة الإسلامية في تركيا تختلف تماما عن نظيراتها المصرية لأسباب متعددة ربما ليس هناك مجال لشرحها الآن ولكن ربما بسبب نوع من التلاقي الإيدولوجي يعول الإخوان كثيرا على أردوغان ويعلمون أنه صاحب مشروع شخصي الإخوان المسلمون جزء لا يتجزأ منه بل أنهم جزء أساسي فيه وبالتالي الرهان على تركيا أمر مهم تركيا دولة عضو في الناتو تركيا مرشحة للانضمام إلى الانتحاد الأوروبي تركيا تستطيع أن تتحرك في الفضاء الإقليمي والدولي بأريحية كبيرة ويمكن أن تدعم قضية جماعة الإخوان المسلمين وموقفها مما جرى في 30 يونيو و3 يوليو الماضيين وبالتالي هناك رهان واضح في هذا الإطار وهناك مساعدات مادية ومعنوية يعتمد عليها الإخوان من قبل الأتراك وبالتالي الدور التركي والمساعدات التركية بالنسبة للإخوان مهمة للغاية في ظل عدم ثقة الإخوان في أمريكا التي يعلمون أنها تلعب على كل الحبال أو تداعب كافة الأطراف سأعود لأسأل حول هذا الموضوع إلى إسطنبول لكن بعد فاصل قصير نتابع بعده حوار الليلة فابقوا معنا بكم من جديد إلى حوار الليلة وهذا الجزء الثالث والأخير أتوجه مباشرة إلى إسطنبول مع ضيفي محمد زاهد جول محمد قلت بأنك حضرت الاجتماعات التي تحتضرنها إسطنبول لحول جماعة الإخوان المسلمين تستضيف جماعة الإخوان المسلمين الذين يقومون باجتماعاتهم في إسطنبول الآن هذه جماعة محظورة الآن حسب القانون المصري تركيا في السابق عندما حضرت حزب العمال الكردستاني عندما كان اجتماع لحزب العمال الكردستاني في أي دولة أوروبية أنقرة كانت تقيم الدنيا وتقول أن هذه الاجتماعات ضد مصلحتها الآن ألا تعتقد أن تركيا تكيل بميكيالين هنا عندما تفتح بل تدعم حتى اجتماعات الإخوان المسلمين في إسطنبول أولا حزب العمال الكردستاني حتى هذا اليوم وحتى هذه اللحظة موجود على قوائم الإرهاب في كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وسائر الدول الأخرى هذه نقطة لنتحدث عنها بمسلمة فالمقارنة أظن أنها غير دقيقة ثم أن هذه الاجتماعات ليست هي اجتماعات للإخوان المسلمين كما يريد أن يصورها الإعلام بقدر ما أن هناك حضورا من جماعة الإخوان المسلمين من خلال بعض الرموز التي تتواجد في الخارج أو ما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان يحضرون مثل بعض هذه الاجتماعات ويبدون أفكارهم وآراءهم كغيرهم من سائر الحضور وكل هذه الاجتماعات تقريبا يتم بثها مباشرة على الكثير والعديد من الفضائيات التي سواء التي تدعم حركة التحالف من أجل الشرعية أو التي تكون كالجزيرة مباشرة وغيرها وحتى أنني في أحد هذه المؤتمرات مراسل قناة سكاينيوز أعطيت له الترددات اللازمة وكان الأخبار في الكثير من وسائل الإعلام كانت تتحدث عن اجتماع للتنظيم الدولي ولم يكن الأمر كذلك والاجتماع الذي حصل قبل يومين تحديدا فيما يتعلق في القضايا القانونية ورفع المحاكمات وهي النقطة التي أشارتم إليها في تقريب لكم أستطيع أن نقول أن نصف الحضور كانوا من غير المسلمين يعني أعذرني على هذه الكلمة ولكنها الواقع وكان الحضور الأوروبي من شركات المحامى والمحامين المشهورين الأوروبيين الذين يريدون أن يترافعوا في بعض القضايا ضد بعض المسؤولين سواء في مصر أو حتى داخل البلاد الأوروبية ألا تشعر أنقرة بأن هذا أمر بدأ يضايق العرب بأن تكون اسطنبول ملتقى لكل المعارضات التي تريد أن تتدخل في شؤون بلادها وتدعمهم تركيا من خلال فتح الباب والأرض لها سواء في العراق في سوريا في مصر في أكثر من دولة أخرى ألا تشعر أنقرة بالحرج أو الضيق تجاه هذا الأمر؟ سيدي تأكد يقينا أن كل هذه المؤتمرات أو أغلب هذه المؤتمرات تكون من غير تنسيق أولا مع الحكومة التركية هذه النقطة الأولى هناك مؤتمرات يحضرها وزراء يعني هناك وزراء في الحكومة حضروا بعض هذه المؤتمرات كيف لا يكون بدون تنسيق؟ ليست كلها بتنسيق المؤتمر الذي حصل قبل يومين تهديدا لم يحضر أي مسؤول ولكن أستطيع أن أؤكد أن تركيا تهتم في جزئية هل هذا المؤتمر وفق القانون التركي أم لا وهذه الجزئية هي التي تركز عليها تركيا فأي مؤتمر يكون خارج إطار القانون هو الذي يجب ملاحقته سؤال سريع وبإتصار لو سمحت الآن طالما أن هذه الحكومة موجودة في مصر هل نفهم أن حكومة رجب طيب أردوغان لن تعترف بها ولن تقيم أي علاقات حتى عودة مرسي جديدا كما يقول أردوغان بغض النظر عن عودة مرسي أو عدم عودته لا أظن أن العلاقات التركية المصرية ستعود إلى وضعها الطبيعي مدام أن السيسي هو الحاكم لمصر طيب إلى القاهرة سيد بشير عبد الفتاح يعني تحدث زاهد جل بكل صراحة كما قال برأيك هل الموقف أيضا من القاهرة هو نفسه طالما أن هناك حسابات تقول بأنها ربما أيام معدودة لأردوغان فهل العلاقات ستبقى معلقة لحين الانتخابات القادمة وأي تغيير يحدث في أنقرة في اعتقادي أنه لا الحكومة الحالية في تركيا ستكون هي الحكومة الموجودة بعد عام من الآن أو أقل بقليل ولا الحكومة الموجودة في مصر حاليا ستكون هي الموجودة في مصر نحن نتحدث عن إدارة انتقالية رئيس انتقالي حكومة انتقالية ومن ثم الانتخابات سوف تفرز حكومة مستقرة قادرة على صوغ سياسة خارجية وفقا للمفهوم المتعرف عليه للسياسة الخارجية مصر الآن بلا سياسة خارجية هي مجرد ردات فعلة أو مجرد تواصل واستئناف لمواقف سابقة أما منذ ثورة يناير 2011 لا يمكن الحديث عن سياسة خارجية حقيقية لمصر لأن السياسة الخارجية هي انعكاس للداخل الذي لم يستقر بعد مصر لم تنتقل من الثورة إلى الدولة حتى الآن أما بالنسبة لتركيا في اعتقادي أننا في انتظار نحن في القاهرة في انتظار إدارة جديدة بعد سواء خرج حزب العدالة والتنمية من الحكم وهذا أمر وارد أو تم تغيير الوجوه التي باتت عبئا على هذا الحزب وفي القلب منها أردغان نفسه ساعتها يمكن الحديث عن صفحة جديدة في العلاقات لا حتى الاقتسام على وجهها محمد زهد جل سيد بشير وأنت تتحدث عن تغيير الوجوه نعم ولكن لنقطة أستاذ يوسف أود التأكيد عليها وهي أن العلاقات ما بين مصر وتركيا مستمرة على الصعيدين الاستراتيجي العسكري والصعيد الاقتصادي أيضا فقط ربما على المستوى الإعلامي والثقافي وربما على المستوى الدبلوماسي ولكن أعتقد أن كلا الطرفين من الكياسة والحكمة الصعيد العسكري المتوقف تماما سيدي زهد جل يقول لك لا علاقات عسكرية الآن طبعا لا أستطيع أن أقول أنها متوفقة فليس كل ما هو معلن زهد جملة واحدة فقط حتى لا تختلط الأصوات تفضل زهد يعني أعتقد لا أنا ولا أنت محمد زهد المصريون أعلنوا اليوم في الأخبار أن العلاقات العسكرية أصلا متوقفة طيب أستاذ بشير هناك علاقات بين الدول ربما تستمر حتى لو انقطعت العلاقات الدبلوماسية تقول صحيح طيب أوكي الآن اسمح لي هنا إسرائيل وتركيا اسمح لي أن نأخذ رأي عبدالله الشمري عبدالله نشاهد يعني أبدو أن ضيفينا اتفقا على أن موضوع العلاقات الآن صعب بين القاهرة وأنقرة حتى تغيير الوجوه هنا وهناك حتى ما رأيك أنت هل يمكن أن تكون هناك وساطات خليجية هناك وساطات من خلال مبادرات لحل هذه الأزمة أم أنها ربما فعلا يجب أن تنتظر تغيير الوجوه طبعا بالتأكيد وخاصة بعد قرار اليوم لا يوجد أي أمر ربما بوساطات جديدة إذا ما حللنا السياسة التركية تجاه مصر ثق تماما أن سياسة رئيس الوزراء التركي لم تكن في صالح تركيا ولم تكن في صالح الأخوان ولم تكن في صالح العلاقات الإقليمية وخاصة مع دول الخليج يعني الآن للأسف الشديد أنا أكرر كلمة نوع من الأنانية الشخصية ربما أخذها رئيس الوزراء التركي على خلاف ما ظهر من ربما حتى الخارجية التركية وربما حتى الاستخبارات التركية وهذا الأمر نشير بالمناسبة في عدة صحف أنا طبعا عندما أخذ دراسة حالة لو أخذنا الضيف الكريم أستاذنا الدكتور بشير عبد الفتاح وهو من أشهر الذين كانوا يتعاطفون ويدافعون عن تركيا ولعل من حسن حظ البرنامج أنه لم يكن ربما ضيفا آخر من مصر وربما لسمعنا كلاما أقصى مما قاله الأستاذ بشير عبد الفتاح إذن الرسالة التي ربما ترسل إلى تركيا نتمنى أن تركيا أن تكون أكثر تعقلا أن تراعي المصالح التركية في المنطقة نحن نعلم أن الآن المصالح التركية في المنطقة ستكون على كف عفريت وخاصة أن ما يحدث في القاهرة سيكون له ارتدادات ربما في الرياضة أو أبوظبي وغيرها من العاصم الخليجية إذن ما نتمناه أن تكون ربما السياسة الخارجية طبعا ما حدث بعد اليوم بالمناسبة نحن الآن لا نتوقع لا سمح الله قطع العلاقات التركية المصرية وربما يحدث هذا قريبا يرجب على مصر على تركيا أن تراعي الحساسيات العربية أنا أقول لك بكل صراحة لو حدث انقلابا عسكريا في طهران أنا لا أريد أن أقول أن أتحدى وأن لا توقع أن أنقران تكون بهذه القسوة أو بهذا التدخل بالمناسبة أنا لا أتحدث هنا عن شرعية ما حدث في مصر لكن عندما نتحدث عن علاقات ثنائية هناك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهذا ما ينتظر من تركيا وأنا لا أعلم ماذا سربما يستفيد أردوغان عندما يعود السفير التركي مطرودا من القاهرة وهي تمثل عمق العالم العربي وهناك ربما عدة علاصم ترقب هذا الأمر وهي ربما تشمت بتركيا ولعل طهران ليست بعيدة عن هذا الأمر فبالتالي نتمنى أن يكون هناك نوع من العقل ربما في آخر مرحلة بعد وصول الأمور إلى هذه السوء من العلاقات التي ثق تماما أنا شخصيا وبحكم ربما تخصصي وقربي من تركيا أنا طبعا أشعر بنوع من الأسى كما شعر الرئيس التركي وبالتالي نتمنى أن يكون هناك عقلاء في تركيا يوقفون هذا النزف الذي يحدث في العلاقات العربية شكرا جزيلا لك أبدالله الشمري أشكر جميع ضيوفي الذين شاركوا في حوار الليلة تركيا ومصر أزمة دبلوماسية على خلفية سياسية غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية شكرا جزيلا لكم ونلتقي على رأس الساعة